السلام بنات كديرين لبس عليكم امركم بخير تمنى ان شاء الله تكونوا كاملة بخير على خير اليوم ان شاء الله جيت نشارك معاكم الفلافل الفلافل السورية معروفين اه غنضيرهم بالفول والحمص تقدروا تسع من الفول ببحده ولا الحمص انا هنا الفول رطبته واحد ليلة كاملة سوف نصفره من الماء الحمص حتى هو عندي واحد جوج بصلات متوسطين قصبرو معدنوس توما عندي جوج معاقضي الله شابلوغ العطرية عندي خارقو معود والتحميرة الكامون البزار والملحة وعندي واحد جوج بيضات سوف نتحن عندي ذاك الهاشوار شوية صغير الى عندكم كبير تقدروا تخلطه في كل شي هاك يتطحن الفول يتطحن معا كل شي زي ما كنت بيش يسهل عليكم الامور انا عندي هنا صغير انا بدا نتحن غير شوية بشوية حتى غدي تطحلي ذاك الفول كامل والحمص سوف نخلط معاهم هذه العناصر اللي عندي تمرة مرة البنت ستكونوا تطحنوا الى عندكم هذه صغيرة كل مرة بقوا تقلبوا هكا بمعلقة باش يتطحن لكم كل شي هاكا مقاد هو ما كيتطحنش ما كيتنيلش مزيان كيبقى هكا شوية بحل لك نقوله مهرمش واحد شوية قد نعود نطحنوا عودتان شوية بقلي شوية من الفوق اللي لقيتو اللي بتحرك الفول اللي كيكون هاكا شوية صغير كيلي كيكون كبير وكيلي كيكون صغير هذا من الاحسن ضغيية كيت تطحن مشي بحل كبير هنا البناطر غير زلافر أتخرج لكم شحال راملي كي تترقد هاك كي تنفخ الفول حساوة تقريبا بحشك الحمص سافي البناطر انا غريبا نطحن هنا في هذا الفول الحمص وغالي نخوض في هذا السوبيره هادي حتى نكمل كل شي دك شي اللي عندي انتم اللي بنا تشوفو كي يجي سافي هنخلط الفول اللي عندي كله باش نكملوا باقي المراحل ان شاء الله هنتم هنا البناطراني طحنتوا كامل وخدي تدكي جباص لات حتى هما طحنتهم نخلطه مع الفول سافي وندفع لها العطرية وهذا القزور المعدنوس والتومة سافي ونخلط تنضح المزيان لكل مكونات بعض بعضياتها اللي قلت لكم هالبناطي اللي عندكم ذاك الهاشوار شوية كبير خلط يكون شوية كبير تخلطوا في كامل هاد الشي سوف يجيكم ساهل ويجيكم حتى على الوقت سافي هندخل المكونات كاملة في بعضياتها الابناطي اللي ما عند إلا ما كانش عندكم لاشا بلو قدروا تسعملوا غير سميدة رقيقة وحج جمع القضية سميدة رقيقة ولا هاد القمح سبيسي الفينو سوف غنخلطت العناصر كاملة مزيان حتى تندمج ليه من بعد غدين ناخد واحد اه بلاتو غنضير فيها بحل كويرات هاكا صغال بحل غديره المعقودة ولا سوف نبنات على هاد الشكل هادا لضغيكة جمع سوف هاكا بحل كتبقوا وتلعبوا بافيت ديكم كتبقرسوها واحد شوية بين كفوفكم سوف يمكن حطوها في البلاطة كما تشوفوا الناس هذه كملة لدي كامل سوف نضيره في الكونجيلاتور والمجمد تقدروا تخليوا حتى هكا تديروا هكا تخلي حتى كيجمد وكتجمعوا كل شي في شو صوبيرة هكا وكتخليوا في المجمد وقت ما بغيتوا تقدروا تجبدوا وتقليوا ذيك ساعة نبقوا على هاد شكل هاد حتى كنكمل كل شي الفول اللي عندنا انتم البنات هنا راكملتو دبا غادي ندخلوا المجمد وغادي نخلي حتى كيشد فراثهم زيان هاد غادي نجبدو مدنقلي فيه هنا البنات را شد فراثهم زيان هاتم كما كتشوفو وهي جامد صافي دبا غادي ندخل فيه ووحد الحاجة البنات را مكيهزش الزيت نهائيا يعني من اللي كتاكلي كتاكلي هنا شوف مكيكونش عمر بالزيت مكيشربش الزيت زيان ما بزاف صافي غادي ندخل فيه هنا يا باغد غيال بناتكي طيب مكي ياخدش مكيش الوقت بزاف بشي طيب سوف يبقى وهكا حتى كنكمل كل شيء سوف تجربوا البنات على دامانتي هتعجبكم نيلة هتعجبكم كتاكلي كبير قبل الصغير صافي هنا البنات اللي كتبتل طيب 얘 كانت تهز هك على المقلب بوحدها يعني ان ما بغش تهز لكم غير خليوا واحد شوية وردو البحل حول وتنطلوا شوية البوطة بش ما تتحركش لكم دغية بش طيب حسنة من داخل. انتم البنات كما كتشوفو كي تجي. وبشوية على ايدياتكم البنات. سوف نقلب فيهم حتى يطعبوا لينا. نضير واحد الورق نشاف. نضيفه عليهم وخف صراحة هما ما يهزوش الزيت ولكن تغير ذلك الزيت لكي تهزم عام ديك الساعة يتمصلينا. شوية البنات علي يديكم من انها تحركت. واخر غير صبرت. سوف البنات نقلبو فيهم اللي بنت لينا تحمرت لينا سوف يكن حيضوه. كانت من البنات تجربوها. وطردوا علي الخبار. صراحة هنا البنات من بعد ما نكمل الفلافي الكاملين. كيجي وغزالين ومقرمشين. كانت من البنات تجربوها وتردوا علي الخبار. هانت شو ما شوفو والدي بعد على قبصها. عزيزة لي. يلا البنات نخليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. وما تنسونيش دائما من لي لايك ومن تعالي قديلكم زوينة. يلا بناسة الفيديو جديد ان شاء الله.